بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصدق الله تبارك وتعالى عندما قال في محكم كتابه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الذي يؤمن به كل مؤمن موال لأهل بيت النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين شكلوا امتداداً للنبوة ولم يكونوا حالة منفصلة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فهم عدل القرآن وهم ثاني الثقلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً لم يكن إسلام أو إيمان الكثير الكثير ممن دخلوا في الإسلام طوعاً أو كرهاً إسلاماً خالصاً ولم يكن طاعة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة نقية بل شابها الكثير من الدخل وشابها الكثير من النفاق وهذا ليس بالأمر المستحيل أو الأمر المستبعد في خط الرسالات وقد رأينا كيف فعل إخوة يوسف بيوسف وكيف قتل الإسرائيليون اليهود أنبياءهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون لم تكن هذه الأحداث المرتقبة أو التطورات ومن باب أولى مصار حركة النبوة مما يمكن إغفاله أو عدم تنبيه الناس له وترك الأمور كما لو أنها تجري بالمقادير وتجري بالمصادفات بل كان ينبغي ويتعين تنبيه المسلمين عامة وتنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة أهل بيته تنبيه يحذرهم ويوجههم لسلوك الصراط المستقيم وعدم اتباع الأهواء والضلالات ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عندما نقرأ النبوات التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها أهل بيته سلام الله عليهم بما سيجري عليهم في مستقبل الأيام من تمرد للأمة وخروجها عن الصراط المستقيم ورغبتها في تحويل الإسلام من رسالة هداية سماوية ليصبح مجرد مشروع سياسي يخدم أهواء البعض الذين طالما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدوا عن سبيل الله يبغونها عوجا عندما نقرأ تلك التنبيهات والتحذيرات والنبوآت التي وردت سواء في الكتاب الشريف القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة لا تصيبنا حالة من الدهشة عندما نعرف بعد ذلك ما آلت إليه الأمور والأحداث أخرج ابن جرير الطبري عن سهل بن سعد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني فلان طبعا كلمة بني فلان هم بني أمية وفي رواية بن العاص إلا أن المحدثين كانوا لا يجرؤون على ذكر هؤلاء بصورة صريحة ولا واضحة وكانوا يلقؤون إلى مثل هذه الاستعارات رأى بني فلان ينزون على منبره نزو القردة فسأه ذلك فما استجمع صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا حتى مات وأنزل الله تبارك وتعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أرأيناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا سورة الإسراء الآية ستين كما أخرج ابن أبي حاتم في الدر المنصور عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ولد الحكم ابن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في ذلك وما جعلنا الرؤية التي أرأيناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن يعني أبناء الحكم ابن العاص كما أخرج ابن أبي حاتم عن يعلي بن مر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريت بني أمية على منابر الأرض وسيتملكونهم فيجدونهم أرباب سوء واهتم صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فأنزل الله وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس وفي رواية أخرى أن رسول الله سأه ذلك فأوحى إليه فأوحي إليه إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه وهي قوله وما جعلنا الرؤية التي أريناك إذن الرؤى والتنبيهات والإشارات التي وردت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصير الذي ستقول إليه أحوال الأمة وكيف أن هذه الأمة التي نكست عهدها من بعد قوة أنكاسة واستجابت لدعاء الشيطان الغوي كان عليها أن تدفع السمن وما زالت تدفع السمن حتى يظهر الله المهدية من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أورد القرطبي في تفسيره عن ابن عباس ما نصه أنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان ينزون على منبره نزو القرد فساءه ذلك وأوحي إليه أنها إنما هي دنيا أعطوها فسري عنه فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم يجعل الله فتنة للناس وامتحانا كما قرأ الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لابن المعاوية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين كما ذكر الطبري في تفسيره نفس المعنى بعد أن أورد بقية الروايات التي تقول أن الرؤية التي أريها صلى الله عليه وآله وسلم كانت في الإسراء والمعراج حيث قال آخرون هي رؤية منام وإنما رآها صلى الله عليه وآله وسلم في منامه من الطبيعي أن يعمل الفريق المقابل أو أن يسعى هذا الفريق لتمص نور الله تبارك وتعالى وإخفاء بيناته وسننه وأن يزعم أن هذه الرؤية كانت في الإسراء والمعراج ويقول آخر أن الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم التي قال فيها عزم القائل إن شجرة الزقوم طعام الأسيم ولعمري إن كلمة شجرة في القرآن الكريم هي مثل وهي من الأمثال التي ضربها الله للناس ليتبينوا وليهتدوا في ضوئها القرآن ليس كله أحاديث مباشرة وإنما يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون فعندما يقول سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة أصلها سابت وفرغها في السماء تؤتي أكلها كل حين فهو يحكي عن شجرة النبوة شجرة النبوة ونحن نقول في حياتنا المعتادة شجرة النسب والشجرة كل ما ينبط في الأرض وتكون له جزور سابتة وتمتد فروعه إلى السماء أصلها سابت وفرغها في السماء ومسأل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الشجرة هو امتداد إنساني بشري شجرة النبوات هي شجرة أصلها سابت وفرغها في السماء إن الله اصطفى أدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين زورية بعضها من بعض والله سميع عليم إذن بن أمية الشجرة الملعونة في القرآن وأهل بيت النبوة النبي وآل بيت النبوة وما سبقهم من النبوات هي الشجرة الطيبة والكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون طبعا يلعبون معنا لعبة الأسانيد لعبة الأسانيد والتصحيح والتضعيف وهي لعبة يعني سخيفة ومملة فكيف وسق هؤلاء تلك الروايات العجيبة عن القردة التي زنت فأقامت عليها مملكة القرود الزنا وكل القرود زنا حد إقامة الزنا وكيف سمحوا لأنفسهم أن يزعموا كما في البخاري أن موسى عليه السلام كان يستحم أريانا وأن الحجر خطف ثيابه وفر بها فقرى موسى وراءه وضرى كان يضرب الحجر ويقول سوبي يا حجر المهم مهم في النهاية في النهاية يضعفون الصحيح ويصححون الضعيف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أما قصة مروان بن الحكم تعرفون جيدا أن الأمويين ينقسمون إلى قسمين القسم السوفياني معاوية بن أبي سوفيان ويزيد بن معاوية وانتقل الحكم بعدهم إلى سلالة مروان بن الحكم الذي كان يسميه المسلمون خيط باطل فعندما انتقل الحكم إلى آل مروان أو إلى أسرة مروان بن الحكم كان هذا مصداقا لقوله أو لنبوءة صلى الله عليه وآله وسلم عندما اشتكى عمر بن عثمان بن عفان كان العواد يدخلون عليه فيخرجون ويتخلف عنده مروان فيطيل فأنكرت فأنكرت ذلك رملة ابنة معاوية واستمعت وتنصتت على ما يقولون ما يقول مروان فإذا هو يقول لعمر ما أخذ هؤلاء يعني بني حرب من أمية الخلافة إلا باسم أبيك عثمان بن عفان فما يمنعك أن تنهض بحقك فنحن أكثر منهم رجالا من فلان ومنهم فلان ومن فلان ومنهم فلان وأخذ يعدد فضول رجال بني أبي العاص الأعياص والفريق الآخر كان يسمى بالعنابس أخذ يعدد رجال بني أبي العاص على بني حرب فلما برئ عمر بن عثمان تجهز إلى الحج وتجهزت رملة في جهازه فلما خرج عمر إلى الحج خرجت رملة إلى أبيها معاوية فقدمت عليه الشام فأخبرته وقالت ما زال يعد فضل رجال بني أمية بني أبي العاص على بني حرب حتى عد عثمان وخالدا ابني فتمنيت أنه ما مات فكتب معاوية إلى مروان أواضع رجلا فوق أخرى تعدنا عديد الحصى ما إن تزال تكاسر وأمكم تزجي توأما لبعلها وأم أخيكم نزرة الولد عاقر يعني أنتم تتكاسرون ونحن نقل أشهد يا مروان والكلام نقلا عن معاوية أن سمات رسول الله صلى الله عليه وآله أن سمات رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دخلا وعباد الله خولا المهم أن كل الروايات أو الكثير من الروايات تشير إلى تلك الحقيقة وأن هؤلاء هم أعداء الله ورسوله وأنهم حرب لله ورسوله وآهل بيته في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين مع زراتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار نود أن نشير إلى قضية أخرى بالغة الأهمية وهو أن بعض الأمم وخاصة بني إسرائيل والأمة التي يقودها أو قادها بني أمية عليهم لعائن الله هم أعداء للأنبياء وذلك قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صورة الفرقان واحد وسلاسون وقوله تعالى ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الزكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أشاهد إذن أن حركة النبوات والدعوات والأنبياء المرسلون دائما ما يتربص بهم هؤلاء المجرمون المنافقون أعداء الأنبياء ويسعون في القضاء عليهم ويسعون لامتلاك الدنيا والتمتع بها من هؤلاء العدو الذين حاربوا الأنبياء حاربوا قبل إتمام نورهم وإتمام بعستهم وهؤلاء الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والله ما أسلموا ولكن استسلموا فلما وجدوا على الكفر أعوانا أظهروه لماذا حكى لنا القرآن عن هؤلاء وألح في حكاية سيرة اليهود وما فعلوه في الأنبياء وأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس لأنه أراد أن ينبهنا إلى هذا الفصيل المجرم المندس الذي يدغض شهوات الناس ويرغبهم في الدنيا وينفرهم من خط الأنبياء سواء عبر التكذيب المباشر أو عبر التشكيك في نبواتهم مثلما فعل معاوية بن أبي سفيان وزبانية بن أمية من يومها حتى القضاء على دولتهم مع بداية القرن الثاني في بدايات القرن الثاني للهجرة النبوية المشرفة الخط الأموي شكل وما زال يشكل أعداء الداخل وكذلك جعلنا لكل النبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فهم لم يلتزموا بأحكام القرآن ولم يلتزموا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي حض فيها على اتباع أهل النبوة أهل بيت النبوة ولم يلتزموا عندما تقول لهم أن الله تبارك وتعالى حكى على لسان نبيه يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يقولون أوصى بالعطف عليهم وأصفى وأوصى بالاهتمام بهم إلا أنه لم يوصي باتباعهم ولم يوصي بتحكيمهم في أمور الناس فما بالكم ترتكبون هذه الجرائم وتمارسون هذه الفجائع في حق آل بيت النبوة عليهم السلام ما بالكم تقتلون الإمام الحسين بهذه الوحشية والهمجية المعنى الذي نريد أن ننبه المتابع الكريم هو أن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وقتله والتنكيل بجسده ورأسه وقبل ذلك خروج الإمام الحسين ليقيم الحجة على الأمة الإسلامية بأسرها لم يكن حدثاً اعتباطياً ولا مجرد مصادفة ولا حدث أملته الظروف والاعتبارات والأمور الطريقة بل كان في إطار خطة طويلة وممتدة اتبعها خط الأنبياء اتبعها أهل بيت النبوة عليهم السلام بتوجيه من رسول الله بوصية من رسول الله ولم يكنزل عليهم هذا الأمر كصاعقة من السماء أو كأمطار السيف يقول ابن جرير الطبر القول في تأويل قوله تعالى من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قال أبو جعفر هذا خبر من الله جل سناؤه من كان عدواً لله من عداه وعاد عداء الله هو من عاد الله وعاد جميع ملائكته ورسله وأعلام منه أن من عاد جبريل فقد عاد الله وعاد ميكائيل وعاد الملائكة والرسل لأن الذين سماهم الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته ومن عاد لله ولياً من عاد لله ولياً فقد عاد الله وبارزه بالحرب ومن عاد الله فقد عاد جميع أهل طاعته وولايته لأن العدو لله عدو لأوليائه والعدو لأولياء الله عدو له فكذلك قال لليهود الذين قالوا أن جبريل عدونا من الملائكة وميكائيل ولينا إذن لا مجال للتنصل أو التهرب من مسؤولية الجريمة التي ارتكبها أعداء الله هم أعداء الله بنص القرآن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدم للكافرين ولا يلزم أن يعد القرآن أولياء الله كلهم في هذه أو في آية واحدة فالقاعدة والمبدأ واحد لا يختلف ولا يتبدل من حالة إلى أخرى فكل من عاد الله تبارك وتعالى هو عدو لأوليائه وكل من عاد أولياء الله تبارك وتعالى هو عدو لله ولا يمكن لأحدهم أن يدعي بخلاف ذلك من عاد النبي فقد عاد الله من عاد عليا فقد عاد الله تبارك وتعالى من كنت مولاه فعلي مولاه ومن باب أولى من عاد الإمام الحسين عليه السلام فقد عاد الله من عاد الإمام الحسن فقد عاد الله ولا نعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التكرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة